السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم تشاهدون القناة التعلم الإسبانية والدرس الموالي من سلسلة التعلم كيف نتحدث مع الطبيب وكل شيء خص الطبيب والمستشفى إذن فلنبدأ على بركة الله إذن كيف تحس؟ كيفشك تحس؟ كمو سسينتي؟ كمو سسينتي؟ إذن فلاصل كمو سسينتي هيا؟ كمو تسينتي؟ كمو تسينتي؟ إذن سيغات لحترام كمو سسينتي؟ كمو سسينتي؟ كالجاوة كنحس براس المريد وحسو بالمارد وحسو أنني مريد فنقول مه سينتو أهدو أو أرغب في زيارة التعبير نقول رلح الحرقك فين عندك الألم؟ أين عندك الألم؟ أين يوجد عندك الأهم؟ دونده لذولي؟ في الأصل هي دونده تذولي؟ وبصيغة الاحترام هي دونده لذولي؟ ربيت دونده لذولي أشنه هو المشكل؟ ما هو المشكل؟ ما هو المشكل؟ ما هو المشكل؟ ما هو المشكل؟ كيف يحبون هذه المشكل؟ عندما تحبون هذه المشكلة؟ ¿por cuánto tiempo ha tenido estos síntomas? síntomas como el ARAD ¿Hadi el ARAD? estos síntomas ¿por cuánto tiempo ha tenido estos síntomas? ¿por cuánto tiempo ha tenido estos síntomas? repite ¿por cuánto tiempo ha tenido estos síntomas? خاصة ندير واحد تحاليل يجب علينا إجراء بعض الفحوصات نقول tenemos que hacer unas pruebas tenemos que hacer unas pruebas tenemos que hacer unas pruebas ¿Hadi نكتب لك واحدة المضادات الحيوية? سوف أصيف لك بعض المضادات الحيوية نقول le voy a recetar unos antibióticos le voy a recetar unos antibióticos le voy le voy a recetar unos antibióticos es una emergencia es una emergencia يعني حالة طارئة جدا جيت باش ندير واحد الفحص كنقولو بيني باراون تشكيو تشكيو معناه الفحص يعني جيت باش ندير واحد الفحص إذن ملي كيسولك الطباب كوالسة البروبليمة مثلا جواب على ما هو المشكل ممكن أن نقول مدولي می دولي la garganta حلق ديالي كحرقني مدولي la garganta حلقي المني también mucho tos también mucho tos أسعو الكثير يعني كنسال بزه mucho tos y fuertes dolores de cabeza y fuertes dolores de cabeza ويندي المقوي y fuertes dolores de cabeza لدي ألم في الحلق عندي سعال وعندي ألم شديد في الرأس مثلا حين يسألك الطبي ويقول لك منذ متى وأنت لديك هذه الأعراض فتجيبه حين تجيب عند هذا السؤال تقول إذن أعزائي المستمعين أو المشاهدين إلى هنا أكون قد وصلت معكم لنهاية هذا الدرس المرجو قراءة وحفظ هذه الكلمات عن ظهر قلب لأنها ستفيدكم كثيرا خاصة ممن لديه مشاكل صحية ويذهب للطبيب وزيارة الطبيب إذن أعانكم الله ونلتقي الدرس المقبل إن شاء الله أصدقائي وود أن أخبركم أن في هذا الفيديو كانت معلومات أكثر من هذه لكن كانت الذاكرة ممتلئة عن آخرها كنت أصور ولكن في الأخير لم يصور ولا شيء لذلك سأقوم بإعداده مرة أخرى في درس مستقل كونوا في الانتظار ولا تنسوا القناة من تسجيع لكم كذلك كنصيحة أخوية إذا أردت أن هذا الدرس أن يكون في ذاكرتك ولن تنسه حاول أن تأخذ هاتفك كما نصحتكم في الدرس الماضي أخذ هاتفك رح على المسجلة ثم قم بتسجيل كل العبارات التي قمت بدراستها حاول الاستماع إليها إن أعجبتك فاحتفظ بها وإن لم تعجبه فأعيد الاستماع إليها وأعيدها بصوتك المرتفع بهذه الطريقة ستلاحظ فرق كبير جدا حين تود التحدث مع الأشخاص أو مع أي كان إذن خذ بهذه النصيحة طبقها وأرني رأيك في الدرس المقبل إن شاء الله كانت معكم سناء كالعادة من قناة تعلم الإسبانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن قبل أن تخرج لا تنسى دعم القناة بالضغط على در الاشتراك ومشاركته مع أصدقائكم كذلك لا تنسوا اللايكات لأنها مهمة جدا لانتشار الفيديو وليتعلم الجميع والسلام عليكم مرة أخرى